موسيقى موسيقى فحية من عند الله عليكم مباركة طيبة ما الفرق بين الأولاد والولدان في القرآن المجيد وبين الفتية والفتيان وبين الإنسي والإنسان وبين العمي والعميان وبين الله والرحمن وكلها كلمات تنتهي بالألف والنون كما ذكرنا في الحلقات السابقة أن ما يأتي على وزن فعلان في القرآن يكون أقل قيمة من شيء آخر يقارن به وضربنا مثالا على ذلك بأن الذكران مبتلون بقيمة اجتماعية أقل من غيرهم وكذلك لو أتينا إلى كلمة الفتية فنجدها تعبر عن مرحلة الشباب إذ أوى الفتية إلى الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم فالفتية في القرآن لم تخالف المعنى اللغوي في المعاجم أما الفتيان والفتيات فتشير ليس إلى انخفاض في العمر أي مرحلة الشباب وإنما انخفاضا في القيمة الاجتماعية وذلك بدليل آيات من مثلي فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ففي كل هذه الآيات كان الفتيان والفتيات إما ملك يمين وإما موظفين عند مرؤوسيهم في العمل بمرتبة وظيفية متدنية ونحو ذلك وكذلك لو أتينا إلى الفرق بين الأولاد والولدان لوجدنا أن الأولاد في القرآن يمثلون مستوى اجتماعيا عاليا في معتقدات مجتمعات كثيرة وذلك من مثلي واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد فالآيات تعطف الأولاد على الأموال للدلالة على ارتفاع مستوى المكانة الاجتماعية فمن البديهي أن أصحاب المال هم من أعلى الطبقات الاجتماعية مستوى بينما قارن كل هذا بآيات الولدان والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله فكما ترون الأصل أن يرتبط ذكر الولدان في الحياة الدنيا بكلمة المستضعفين وهم المسحوقون اجتماعيا إلى درجة كبيرة فهناك ضعفاء في القرآن بينما المستضعفين فهم أشد ضعفا منهم بكثير وذلك من مثلي قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رغتك لرجمناك فشعيب على رغم ضعف مكانته في قومه إلا أنه في الوقت ذاته قوي بجماعته التي تحميه فلا أحد يجرؤ على أن يقتله بينما تأمل في آيات المستضعفين إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم فاستضعف فرعون لتلك الطائفة كان من خلال ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم فهل هناك ذل أكثر من هذا الذل؟ قال ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وهنا الاستضعاف مهد للقتل أي جعله محتملا جدا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس وهنا الاستضعاف يعني الخوف من أن يتخطفهم الناس أي يعيشون في المرعب كما يقال هذا من جانب ومن جانب آخر ففي حين أن الأولاد في القرآن ذكروا في سن صغيرة وفي سن كبيرة ذكر الولدان دائما صغارا وذلك في الآية فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فبما أن الولدان هنا هم في مرحلة هي عكس مرحلة الشيب بما يدل على أنهم صغار في مظهرهم لأنهم لا يشيبون إلا في ذلك اليوم الذي يحاسب فيه الناس على أعمالهم بعد الموت ترجمة نانسي قنقر وبجمع هذا المعنى إلى أن الآيات وصفتهم بالمستضعفين في الدنيا ينتج لدينا أن الولدان في الدنيا هم المبتلون بابتلاءات كثيرة وكبيرة من مثل أن يكون لديهم مشكلة في بطء النمو مما يؤدي إلى أنهم لا يشيبون كأمراض الأقزام ونحوها من الأمراض وقد يكون لهم مشاكل في أجهزتهم التناسلية أيضا وقد لا يكون لكن المهم هو أنهم يتعرضون للتنمر ولتحقير المجتمع فهم في ابتلاء كبير بقدر الأجر الكبير في حال صبروا والسؤال الآن لماذا هناك ولدان في الجنة يطوف عليهم ولدان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين الجواب هو أن هؤلاء الولدان يخدمون أهل الجنة كما يخدم ملك اليمين أهل الأرض ولكن لا يمكن تسميتهم بالفتيان لأن ليس بينهم وبين من يخدمونهم عقد عمل أو ما شابه ومن جهة ثانية هم يشبهون أولاد الإنسان في الدنيا بما أن الأولاد تحصل عليهم من غير عقود مالية وإنما هم عبارة عن هبة خالصة من الله وكذلك في الجنة هؤلاء لم تتعاقد أنت معهم على مسألة خدمتك ومنفعتك وإنما هم نعمة لا يدلك فيها ولكنهم في الوقت ذاته لا يسمون أولادا لأنهم ليسوا أولادك من صلبك وإنما يخدمونك كما لو كنت والدهم فلهذه الأسباب مجتمعة سموا بالولدان فهم أقل قيمة منك ولكنهم ليسوا مستضعفين ووجودهم في الجنة ليس لأهداف جنسية كما ظن البعض وإنما هم في منزلة أولادك من الناحية المعنوية كذلك كلمة الإنسان ففي حين أن هناك آيات تتحدث عن جمع من مثلي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تحدثت في المقابل آية عن صيغة المفرد لكلمة الإنس وهي فلن أكلم اليوم إنسية أما الإنسي فلو تدنى في القيمة فهو الإنسان ولذلك تجد كل الآيات التي تذكر الإنسان إنما تتكلم عن جوانب ضعفه لأن صفة الإنسانية كما أثبتنا سابقا فهي تمثل الجانب الغرائزي البدائي في أعماق كل شخص منا وذلك من مثله وخلق الإنسان ضعيفا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور فالمؤمن يسعى دائما أن يرتقي عن مستوى الإنسان إلى ما هو أعلى منه مكانة عند الله وذلك بانتصاره على ضعفه ومجاهدته لنفسه كذلك الفكرة ذاتها عندما نفرق بين العمي وبين العميان فالعمي هم فاقدوا البصر فهم لا يرون شيئا بأعينهم أي هم المكفوفون وذلك في آيات من مثل أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ وقد تكلمنا عنهم سابقا أما العميان فهم الذين يرون بأعينهم ولكنهم لا يستثمرونها في استنباط الحقائق والوصول إلى الهداية أي الذين أداروا ظهرهم للدين وتعاموا عن حقائقه وذلك في الآية والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا فالعمى عند العمي لا يقلل قيمتهم عند الله إطلاقا بل على العكس هو ابتلاء يرفع درجاتهم إن صبروا ومنهم الكثير من الناس المؤمنين والعلماء والعظماء أما العميان فهم قليلوا القدر قليلوا القيمة لأنهم اختاروا الانحطاط بأنفسهم بل حتى اسم الرحمن بكل عظمته وهو اسم مقدس وعظيم جدا بلا شك ولكن بالمقارنة مع اسم الله فهو أقل قيمة منه بكثير لذلك اجتمعا في الآية التالية قل ادعو الله أو ادعو الرحمن فقد شرحنا من قبل الفروق الكبيرة جدا بين اسم الله الذي هو اسم ذات وبين اسم الرحمن الذي هو اسم مقام وزيادة في التأكيد على هذا فصل بين الاسمين حرف أو الذي أثبتنا من قبل أن ما يأتي بعده يكون أقل قيمة مما قبله أخيرا فكل ما ذكرناه في هذه الحلقة إنما يدعم الحلقات السابقة التي تكلمت عن معنى ما ينتهي بالألف والنون أي على وزن فعلان والذي مهمته إظهار أن صاحبه هو أقل قيمة مقارنة بما يشبهه من مثل ذكران وولدان وغيرهما والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة